أعلنت الهيئة العامة للبيئة زراعة 500 شتلة من نبات القرم في محمية الجهراء وذلك استكمالا جهودها المبدولة في مشروع إعادة تأهيل البيئة الساحرية الهيئة قالت إن هذا النبات يحفظ التوازن البيئي للمناطق الساحرية حيث يعتبر مأوى للعديد من الكائنات الحية هناك نعم ما يقارب 1800 بذرة من نبات القرم تم استزرعائه في مختبرات الهيئة وذلك بإثراء التنوع البيولوجي في الكويت ما أجمل المنظر في محمية الجهراء والأجمل منه أنه جاء فرصة للتذكير بالاهتمام بالبيئة وتقدير الاتجاهات المستقبلية لهذه المحمية وهذه الهيئة العامة للبيئة تقوم بزراعة نبات المانغروف للمحافظة على التنوع الإحيائي فيها محمية الجهراء من أفضل محمية الموجودة في دولة الكويت كونها تحتوي على أكثر من بيئة اليوم في البيئة الساحلية والبيئة الصحراوية وبيئة المستنقعات والبيئات الأخرى المساندة من خلالها نرى تنوع كبير للكائنات الموجودة في هذه المحمية جهود حتيثة امتدت لسنوات عدة تكللت بتتجيل محمية الجهراء على القائمة الخضراء الخاصة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة جهزنا محمية الجهراء أن تكون أول بيئة يتم الوصول إليها من المواطنين بشكل سلس كون السياحة البيئية اليوم هي هدفنا فمحمية الجهراء ستكون المحطة الأولى ومن ثم حين نجاح مثل هذه التجربة سيتم نقلها إلى المحميات الأخرى أما قصة زراعة نبات المانغروف الذي يتم زراعته له عدة وظائف أهمها الدعم الهيكلي للطربة تقلل من الانبعاثات فهي تخزن ثاني كسيد الكربون ثلاث مرات أكثر من أي نبتة موجودة وتخزنها بالتربة تسوي مأوى حق الأسماك والربيان تعمل على مصدات وتحمي الساحل يتم زيارة المحمية بالتسجيل عن طريق موقع الهيئة العامة للبيئة بقيادة مشرفين متخصصين للمحافظة على مكوناتها مرم حرام تلفزيون دولة الكويت